بسهل الخير عاملين ايه؟ يا رب اكونوا بخير توقع برج الاسد لرابع اسبوع من شهر مارس 2023 وهبدأ بالجانب المهني اسبوع مستقر نسبيا وحزاري من الوقوع في خطأ يكون سبب في نتائج سلبية عارفين افضل حاجة داخل العمل ليك وليك ان انت متوعش في خطأ ايه؟ بص انا اقول لك على حاجة الالتزام ده رقم واحد الالتزام ان انت تروح في معيدك وتمشي في معيدك ده هيدي انطباع للناس ان انت شخص منضبط وملتزم وكمان الشخص دايما اللي بيكون مظبوط في معيده بيكسب احترام الناس دي حاجة يعني معروفة دايما لما تلاقي واحد كده موعده مظبوطة تلاقي الناس بتحترمه حاجة تانية الهزار انك تقل الهزار لو مش هتقدر تقطع او تقدري تقطع الهزار جهو الشغل خالص قلو بنسبة كبيرة الحاجة التالتة انك تركز في شغلك يعني لما يكون شغال تركز في شغلك وبس ما تدخلش في موضوع برا شغلك كل ده هيخليك تتجنب الوقوع في خطأ ويخليك تتجنبي الوقوع في خطأ فياريت تخلي بالكوا واجربوا والحياة تجارب فيه اخطاء ممكن نوع فيها يكون لها تمن غالي شوية فياريتنا يا خبالنا ربنا يبعد عنكوا اي اخطاء ويوفقكوا ويديكوا الحكمة ويقويكوا ندخل بقى عالجانب العطفي نبدأ بالعذاب ارتباط من الاقارب واوقات مفرحة خلال الاسبوع يعني فيه ارتباط احتمال يكون من الاقارب يعني من الاقارب مش بنسبب الاقارب هو مكتوب من الاقارب اه ارتباط الاقارب برضو من الحاجات الحلوة بيوفر علينا ان احنا نعرف الشخصية انتم عيلة فعارفين ان ده طبعه عامل ازاي وكبر قدامك وكبرته ومع بعض فدي من الحاجات كويسة وهي كبرت معاك فانتو يعني له ارتباط اقارب هو بس اهم حاجة في ارتباط الاقارب هو ساعة الجواز التحاليل عشان الخلفة والحاجات دي واللي بيحصل بسبب الجينات بسبب ان فيه جواز من الاقارب دي بس دي من الحاجات اللي يفضل ان انتم تعملوها وربنا يا رب بيبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة اما بقى بالنسبة للمتزوجين والمرتبطين خلافات بسبب اختلاف وجهات النظر ياريت ياريت يكون عندنا ثقافة تقبل الرأي الاخر اه لازم نعرف ان وجهة النظر اللي قدامنا وارد جدا جدا انها هكون صحيحة مش الكبرياء هو اللي يمنعني ان انا ما شوفش حقيقة وجهة النظر او اصحية وجهة النظر اللي بتتقال ياريت ناخد بالنا من الحتة دي وبلاش حتة ان وجهة نظر وضد وجهة نظر يبهو عدوي لا خالص بالاخص لو هو زوجك او مرتبطة بيه ليه لان انتم مصلحتك وحدة خصوصا من المتزوجين موارد ليه ما مدرسش وجهة نظره وعلى فكرة احسن الحاجات اللي تخليك تشوف وجهة نظره او تشوف وجهة نظرها هي ان انتم تبدله كراسي يعني تحط نفسك مكانها وتممكن ساعتها ممكن ساعتها تعرف هي ليه بتقول كده وجهة نظرها ليه كده صدقوني تقبل الرأي الاخر مريح جدا اه اهم حاجة اني يعني لما اكون عايزة حتى اجادل واختلاف وجهات النظر اجادل بسوك كويس مع ليه الصوتي ما بينش ان انا بهاجم السلوك عليه عامل كبير لما اقول لحد انت مش فاهم غير لما اقول لحد انا ليه وجهة نظر تانية واحب اقول هلك شايفين الفر بين دي وبن دي السلوك يا جماعة ربنا يا رب يهدي سر كل بيت ويكمل مرتبطين على خير الجانب العائلي تجمعات عائلية واجواء مبهجة ويا رب كل عائلة تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة يعني المفروض فيه تجمعات العائلة الموليد بورج الاسد او عائلة بورج الاسد يعني هتجمعه وكمان هتبقى فيه اجواء حلوة ودي من الحاجات الحلوة اوي وبقى مبسوط جدا لما بقراها ويا رب كل عائلة تاني تتجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة الجانب المالي داخل مادي يخص العائلة او يعني جاي من العائلة ده اللي فهمته وداخل المادي ده هيكون سبب فيه تحسن الأمور المادية بنسبة كبيرة اللي انا فهمته لان انا قاريتها كزا مرة يعني تحليل يعني اللي ممكن يكون مراس حق عند عائلة او عند افراد من العائلة وهيجي الموليد بورج الاسد بس المفروض ان هو نسبة كويسة يعني المفروض ان هي نسبة من الاموال كويسة ودي حاجة برضو يعني نتمنى ده بس ما يكونش برضو فيها خلافات ويا رب يا رب يوسع من رزقكو اما بقى لاصحاب المشاريع ارباح مرتفعة بالاخص المشاريع السياحية انا قاريتها كده دي طوقات الغيب محدش جدا لعرفه غير ربنا احنا منستفيد الدردشة وكمان الفت انتباهك او انتباهك من خلال النصيحة لقبنا تفاعل الارباح من الحاجات اللي انا قاريتها بخصوص صحاب مشاريع موليد بورج الاسد اني بالاخص يعني اللي هكون ارباح مرتفعة المشاريع السياحية حابب اقولك واقولك لو انت عندكم مشروع ياريت تطور التطوير ثم التطوير ثم التطوير التطوير هيخليك تبقى مميز اكتر في السوق التطوير كمان هيساعدك في ان ارباحك تزيد ربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم الجانب التعليمي اوقات مهمة خلال الاسبوع وكمان نتائج ايجابية نهاية الاسبوع اوقات مهمة يعني في اوقات هتعدي على طلاب بورج الاسد مهمة جدا ياريت يكونوا اسود على المذاكرة اسود كده في دراستهم ومذاكرتهم شد وانتي شدي وزاكر واتعب شوية علشان ان شاء الله ان شاء الله منتظركم نجاح يعني ينسيكم اي تعب وانتوا تستحقوا ده مدام بتعملوا اللي عليكم صدقني ربنا مش بيضيع تعب حد وان شاء الله ان شاء الله نجح لكل الطلبة ديكا توقع بورج الاسد رابع اسبوع من شهر مارس الفين ثلاثة عشرين لو عجبكم الكلام ده ما تنسونيش في اللايك لو انشترك او مشتركة ياريت تشتركوا عشان نشوفوا كل جديد من الفيديوهاتنا انا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة سيب لكم لينك الفيديوهات في الوصف في ديسكيبشن تحت تاخدوا فكرة عن الفيديوهات شكرا وليكو سلام شكرا وليكو